موسيقى موجزة سادسة مشاهدين مساء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم وقه الرئيس عبدالفتاح سيسي بتنسيق والتعاون بين جهة الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر وذلك لتطوير طاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الاطار ذلك بهذا في بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع الباني وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية فضلا عن سد فقوة الاستيراد من هذه السلعة الاستيراتيجية المهمة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين بعث رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حن في جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة عيد العمال وأكد جبال في البرقية أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعر العمل والتعمير والإنتاج متابعا أن رئيس السيسي له الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها بترفوعه عن إثارة الغبار على الماضي ونظرته إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة لرئيس السيسي لمناسبة عيد العمال دعينا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليل نهار لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة الاحتفال بعيد العمال في البرقية أعرب مدبولي عن تقديم أسمى آية التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن مصر الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنووية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي قد تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط ثلاثمائة وخمس وثلاثين قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من مائتين واثنين وثلاثين طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أربعة وعشرين طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة خمسة عشر طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من مائة وثمانين طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط أربعمائة وخمس وثمانين قضية من بينها تسع وتسعون قضية خبز ناقص الوزن وأربع وسبعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي اجتماعا عاجلا وذلك للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية التي تم مدها حتى نهاية العام الفين اثنين وعشرين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح أسيسي وأوضح التحالف أنه تم تقديم دعم إلى ثمانية ملايين أسرة بقيمة بلغت ملياري جنيه ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي وذلك لمساندة الفئة الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أنه تم توافق على تقسيم الجهود في الشهور الثمانية القادمة على ثلاثة محاول رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبية والاجتماعي بتكلفة تتقطى 5.5 مليار جنيه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف وذلك في الخامس من مايو المقبل نهاية مجزة السادسة إلى الملتقى اشتركوا في القناة